بسم الله الرحمن الرحيم صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الستيس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذي يعمل ليلة نهار في التطوير والإبداع وقد رأينا ما وصلت إليه هذه الرئاسة من تطور في جميع شؤونها وخاصة في الدعوة إلى الله وما نراه من برامج توعوية وكذلك البرامج التي تسعى لتحصين الفكر من خلال المناشط الدعوية المتعددة التي تنظمها الرئاسة كذلك رأينا ولاحظنا الجهد وكذلك التوجيهات من معاني الرئيس وهي توجيهات مباركة موفقة وخاصة في هذه الأزمة مع انتشار وباء كورونا الجديد حيث رأينا وسمعنا ما قامت به الرئاسة مشكورة بعمل الاحترازات اللازمة لمكافحة هذا الوباء وخاصة في الحرامين الشريفين نسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يعينه ويسدده ويبارك له في عمله وفي عمره والشكر موصول للقائمين على هذا البرنامج الذي يضم كوكبه من أصحاب الفضيلة نسأل الله لهم التوفيق والإعانة والسداد وأن يبارك في جهودهم أيها الإخوة لقد من الله على هذه البلاد المباركة بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية بلاد الرحمة والإحسان بلاد أنعم الله علينا فيها بقيادة حكيمة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وسموه لعهده الأمير الأمير محمد بن سلمان حفظه الله أولاة أمر يقومون بما أوجب الله عليهم في هذا البلد العظيم من رعاية وإحسان وبذل وعطاء للمواطنين وكذلك للمقيمين على أرضها إحسان ورحمة للقريب والبعيد جهود عظيمة تبدلها هذه الدولة المباركة لكي ينعم فيها المواطن وكذلك المقيم لكي ينعموا بالأمن والأمان ومن ذلك ما حرصت عليه هذه الدولة المباركة من أولوية لتحقيق الأمن ولا يخفى على الجميع أن الإنسان لا يمكن أن يهنأ بالعيش ويؤدي العبادة وينعم بهذه الحياة بدون الأمن ولذلك لما دعا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فبدأ بطلب الأمن قبل طلب الرزق لأن الرزق لا يهنأ به أحد ولا يتلذذ به الخائف بل لا بد من توفر الأمن لأنه من ضرورات الحياة وعليه فإن الأمن يأمن معه العباد والبلاد والسبل وكذلك كل ما يتعلق بحياة الإنسان ثم لا ننسى مواقف هذه الدولة المباركة بعد انتشار هذا الوباء المسمى بكورونا الجديد في العالم حيث كانت كعادتها مواقف مشرفة وسباقة فقبل وصول هذا الوباء لبلادنا قامت المملكة وفقها الله بوضع الاحترازات والاحتياطات المهمة للمحافظة على النفس قبل وصول هذا الوباء وانتشاره بل إنها سخرت جميع إمكانياتها للمحافظة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها أيضا دفعت الأموال الطائلة تكبدت خسائر مادية كبيرة ولا زالت تدفع وتقدم الغالي والنفيس كل ذلك من أجل سلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد أيها الإخوة إن الفقه في دين الله تعالى أشرف العلوم قدرا وأعظمها أجرا وأعمها فائدة أهله هم ورثة الأنبياء وهم المرجع في التدريس وفي الفتوى ولقد نوعوا هذا الفقه فنونا وأنواعا وكان من أجل أنواعه معرفة نظائر الفروع وأشباهها وضم المفردات إلى أشكالها ونظائرها وهو ما يسمى بعلم القواعد الفقهية ولقد عرف العلماء المتقدمون أهمية هذا العلم ونبه إلى جلالة قدره وعظيم نفعه يقول إمام أبو العباس القرافي في مقدمة كتابه الفروق يقول فإن الشريعة المعظمة اجتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه والثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة مجتملة على أسرار الشرع وحكمه وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات انتهى كلامه رحمه الله ومن هنا تتضح أهمية هذا الباب فكانت المشاركة في هذا البرنامج العلمي تحت عنوان القواعد الشرعية المتعلقة برفع الضرر وتطبيقاته على جائحة كورونا لعل من المناسب هنا قبل الشروع في صلب الموضوع لإشارة إلى أننا لا نقصد هنا استفاء الكلام على القواعد الفقهية والشرعية المتعلقة بالضرر فإن هذا يطون به الكلام ويضيق عنه المقام وربما يحتاج الطالب إلى أن ينظر في مضانه لمن أراد المزيد وأراد التفصيل في هذا الباب وإنما المقصود من هذه المشاركة البيان لأهمية ما تتميز به هذه الشريعة الإسلامية من اجتمالها على مقاصد شرعية عظمى تراعيها في جميع الأحوال والأزمان والأمكنة نحن هنا في هذا الدرس إن شاء الله سوف نبين ما يتعلق بهذا الباب أيها الإخوة جاءت الشريعة بالاهتمام بالنفس وضرورة المحافظة عليها عن كل ما يضر بها بأي نوع من أنواع الإضرار فمن أعظم مقاصد الإسلام حفظ النفس ومن أعظم قواعد الشريعة الإسلامية الحاكمة على كثير من الأمور ما يتعلق بدفع الضرر قبل نزوله ورفعه بعد وقوعه فإن المتأمل في الشريعة الإسلامية وقواعدها الكبرى يجد أن من أعظم مقاصدها وأجل قواعدها ما يتعلق برفع الضرر بكل صوره وأشكاله وأنواعه سواء كان ضررا خاصا أو ضررا عاما وليس خافيا على أحد ما حل بالعالم من هذه الجائحة المعروفة بجائحة فيروس كورونا وقد ألقت هذه الجائحة بظلالها على العالم أجمع وتضررت منها جميع دول العالم وما زالت الدول لحكومات تسابق الزمن في محاولة تقرير أضلار هذه الجائحة قدر الإمكان ولا ريب أن من أهم آثار وتداعيات هذه الجائحة التي تحتاج إلى أن نقف عندها لمعالجتها ما يتعلق بالجانب الشرعي والفقهي لهذه الجائحة فكما أن وزارات الصحة والجهات المساندة لها مكون إليها ما يتعلق بالتطبيب والتداوي وتوفير العناية الطبية الفائقة من هذه الجائحة كذلك يجب على العلماء وطلاب العلم الاطلاع بدورهم في المشاركة بمعالجة ما يتعلق بهذه الجائحة من المنظور الشرعي خاصة ما يتعلق بالجانب الفقهي مثل الأحكام الطهارة والصلاة والصيام والحج وغيرها من أحكام النوازل المتعلقة بهذه الجائحة وأيضا نحتاج إلى الربط بين هذه المسائل وبين الأصول والقواعد الشرعية المتعلقة برفع الضرر أيها الإخوة من أعظم وأجل هذه القواعد ما يتعلق بقواعد رفع الضرر كقاعدة لا ضرر ولا ضرر وما يتفر عنها من القواعد الجزئية ولا ريب أن رفع الضرر من أهم المبادئ والمقاصد العظمى التي جاءت بها هذه الشريعة واهتمت بها أيما اهتمام سواء فيما يتعلق بمنع ودفع الضرر قبل نزوله أو رفعه بعد نزوله ولا دل من الكتاب والسنة متظاهرة على هذا الأصل العظيم يقول الله سبحانه وتعالى في النهي عن الضرر بالأم أو الأب بسبب المولود يقول سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وقد قال الإمام بن كثير عند تفسيره لهذه الآية لا تضار والدة بولدها أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته ولكن ليس لها دفعه إذا ولدت حتى تسقيه اللبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا شاء ولكن إن كانت مضار لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرر لها ولهذا قال ولا مولود له بولده أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها انتهى كلامه رحمه الله قال بعض الفقهاء في معنى هذه الآية أي لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك أو أن تكون المطلقة تطلب إرضاع ولدها بزيادة عن أجرة المثل لقصد المضارة بالزوج وقد قال الله تعالى في النهي عن المضارة في الوصية من بعد وصية يوصي بها أودين غير مضار ولذلك كان الإضرار بالوصية من الكبائر وأيضا قال سبحانه وتعالى في النهي عن المضارة في الرجعة في النكاح وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فنهى سبحانه وتعالى عن الضرر في هذه الآيات وإن كان الضرر هنا خاصا إلا أنه يشتمل أيضا النهي عن جميع أنواع الضرر يشمل الضرر الآم والضرر الخاص ولا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم في علم الأصول ومن أبرز أدلة منع الضرر والتي تعتبر أصلا في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الحاكم والبيهقي والدار قطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار وهذا دليل عام يشمل جميع أنواع الضرر وهذا الحديث أصر في هذا الباب وهذا الأصر الشرعي العظيم وهو رفع الضرر من مبادئ الشريعة الإسلامية بل إن بعض العلماء جعل هذا المبدأ لا ضرر ولا ضرار نصف الفقه وذلك أن الأحكام إما لجلب مصلحة أو لدفع مضرة لأن الشريعة إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر والأول تجرب فيه المصالح والثاني تدفع فيه المضار وهذا الحديث أيضا يشمل بعمومه الضرر العام والخاص ويشمل أيضا دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة وكذلك رفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره فهذه القاعدة يعني قاعدة رفع الضرر من أركان الشريعة وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة كما أنها سند أيضا لمبدأ الاستطلاع في جلب المصالح ودرء المفاسد وهي أيضا قاعدة للفقهاء وهي عمدة عندهم وأيضا هي تعتبر ميزان في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث وكذلك المسجدات ونص هذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه مطلقا ويشمل ذلك الضرر العام والضرر الخاص ويشمل أيضا دفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاء الممكنة كما أيضا يشمل رفع الضرر بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع أيضا أن يتكرر وقد ذكر العلماء مجموعة من القواعد الشرعية الضابطة لإزالة الضرر والتي تضمن عدم توسيع دائرة هذا الضرر وهذه القواعد متفرعة على هذه القاعدة الشرعية وهذا هو الأصل الشرعي العام منها أولا القاعدة الأولى الضرر يزال وهذه القاعدة كتتم لأصل وقاعدة لا ضرر ولا ضرر فقد كانت تلك القاعدة تنهى عن الضرر والضرار فإن هذه القاعدة من شأنها أنها تعالج الضرر إذا وقع فتنص على أن كل ضرر بالآخرين محكوم عليه بالإزالة فيجب زواله ولكن وجوب زوال هذا الضرر ليس على إطلاقه بل مقيد بقدره وفي حدود الضرورة وذلك ترميماً لآثاره وتخفيفاً من وطأته ولعل من أبرز تطبيقات هذه القاعدة على جائحة كورونا ما وقع من الضرر على الفرد والمجتمع من الأضرار التي مرت بهم سواء العامة والخاصة بسبب هذه الجائحة فما كان أيضاً من الدول إلا أن سعت إلى تخفيف هذا الضرر والحمد لله في بلدنا هذا في دولتنا المملكة العربية السعودية وفقها الله قامت بجهود تعتبر من الجهود الموفقة المباركة التي استطاعت أن تطبق هذه القاعدة على ما يترتب على هذا المرض من الضرر والإضرار بالناس فهذه الدولة قامت بتخفيف آثار هذه الجائحة على الجميع سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص وأيضاً سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات ومن أوضح ذلك ما قامت به الدولة مشكورة من التكفل بعلاج المواطنين والمقيمين وكذلك المخالفين لأنظمة الإقامة من هذا المرض المسمى بكورونا وقامت به هذا الأمر بدون مقابل وعلى حساب الدولة وفقها الله فهذا أيضاً يطبق ويبين لنا أن الضرر يزال كما جاء في هذه القاعدة القاعدة الثانية الضرر يدفع بقدر الإمكان وهذه القاعدة تدل على أن الضرر له حالات فقد يمكن دفعه بالكلية وقد لا يمكن دفعه بالكلية فإن أمكن دفعه بالكلية فالحمد لله وهذا هو المطلوب وإن لم يمكن دفعه بالكلية تم العمل على إزالته حسب الإمكان وهذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة وأيضاً تكون وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية فهي من باب سد الضرائع وأيضاً من باب الوقاية خير من العلاج ويكون دفع الضرر بقدر الاستطاعة لأن التكاريف الشرعية مقترنة بالقدرة على التنفيذ فهذه هي القاعدة الثانية الضرر يدفع بقدر الإمكان ومن تطبيقات هذه القاعدة على جائحة كورونا ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي سنتها الدولة مشكورة من باب دفع ضرر لهذه الجائحة بقدر الإمكان فلما كانت هذه الجائحة عالمية وعابرة للحدود ويصعب التحرز منها بالكلية كان من الواجب وضع وسن الاحترازات التي تقلل من آثارها ونتائجها حسب الإمكان يدخل في ذلك مسألة الحجر الكل والجزئ أيضا تعليق السفر بين المدن وتعليق السفر من وإلى الدول الأخرى وكذلك أيضا تعليق صلاة الجمعة والجماعة في الفترة الماضية وكذلك أيضا تعليق العمرة والزيارة وكذلك أيضا محدودية عدد الحجاج في هذه السنة وغيرها من الإجراءات التي تتفق مع الشريعة السمحة في هذا الباب القاعدة الثالثة الضرر لا يزال بمثله وهذه القاعدة تعتبر قيدا للأصل الشرعي في إزالة الضرر وهو قاعدة لا ضرر ولا ضرر وذلك لأن إزالة الضرر وإن كان واجبا إلا أنه مع ذلك لا يجوز أن يكون زوال هذا الضرر بضرر مثله لأن هذا لا يعتبر إزالة للضرر في الحقيقة فالشرط في إزالة الضرر ألا يكون بضرر مثله ومن باب أولى ألا يكون بضرر أعلى وإنما يكون بلا ضرر إن أمكن وإلا بضرر أخف منه ومن تطبيقات هذه القاعدة على جائحة كورونا ما يتعلق بالعناية الصحية بمرضى الفيروس فعند علاج مرضى الفيروس تجب العناية بهم بقدر الإمكان وكذلك التسوية بينهم في العناية الطبية وعدم تقديم فئة ما على أخرى لأنهم مثلا إن كانوا صغار أو من الشباب على الفئات الأخرى يقدمون على كبار السن وهكذا أو من لديهم أمراض مزمنة في الرعاية الطبية فلا يجوز في الشريعة الإسلامية مثل هذه الممارسات التي من شأنها محاولة دفع الضرر بضرر مثله أو أعلى منه وقد سمعنا أن بعض الدول التي اجتاحتها هذه الجائحة وفتكت بها أخذت تلجأ لمثل هذه الممارسات والأساليب التي تخالف جميع الشرائع والأديان والقوانين القاعدة الرابعة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف والقاعدة الخامسة يختار أهوى الشرائن أو أخف الضررين والقاعدة السادسة إذا تعارضت مفسدتان روعية أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما هذه ثلاث قواعد هذه القواعد الثلاث وإن اختلفت ألفاظها وتباينت صياؤها إلا أنها تدور حول معنى واحد وهو أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الضرر الأخف ولا يرتكب الأشد والأصل في هذه القواعد الثلاث هو قاعدة أخرى مشهورة عند الفقهاء وهي قولهم إن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذوا بأيته ما شاء وإن اختلفت يختار أهوانهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة قال العلائي وأصل هذه القاعدة قصة الحديمية ومصالحة النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ المشركين للرجوع عنهم وأن من جاء من أهل مكة مسلما رده إليهم ومن راح من المسلمين إليهم لا يردونه وكان ظاهر ذلك إدخال ضيم على المسلمين وإطاء الدني في الدين ولذلك استشكله عمر رضي الله عنه لكنه احتمل لدفع مفاسد أعظم منه وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة ولا يعرفهم أكثر الصحابة ولا شك أن في قتلهم معرة عظيمة على المسلمين فاقتضت المصلحة احتمال أخف المفسدتين لدفع أقواهما ولهذا أشار تعالى بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم فلما قدر الله تعالى تمييز المؤمنين المستضعفين بمكة وخروجهم من بين أظهر المشركين صلت الله تعالى حينئذ رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم على أهل مكة فافتتحوها كما قال الله تعالى في تتمة الآية الكريمة لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وثمت جملة من الأحاديث التي تدل على هذه القاعدة ومنها ما رواه مسلم في صحيحه أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فزجره الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على هذا البول من هذا الماء قال النووي في شرح هذا الحديث وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم دعوه إحداهما أنه لو قطع عليه بولة لاتسخ التيابه وكذلك اتسخ بدنه ومواضع كثيرة من المسجد وأما تطبيقات هذه القاعدة على مسائل جائحة كورونا فهي كثيرة منها إغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية في هذه الجائحة ولا شك أن فيه ضرر بأصحاب هذه الأنشطة ولكن هذا الضرر يحتمل لدفع ضرر أعظم منه وهو ما تعلق بعدوى الفيروس حيث إن هذه المفسدة منغمر في مصلحة وقاية الناس من عدوى هذا الفيروس القاتل والذي ينتشر بسرعة كانتشار النار في الهشيم أيضا ما أشرنا إليه سابقا في موضوع تعليق السفر بين المدن والدول فلا ريب أن هذا الإجراء يتسبب ببعض الضرر لكن هذا الضرر يحتمل ويتحمله الناس لدرء الضرر الأعظم وهو اختلاط الناس ببعض يختلط المريض مع غير المريض المصاب مع غير المصاب الصغار مع الكبار مما يكون سببا لانتشار عدوى هذا الفيروس بين الناس القاعدة السابعة يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام وهذه القاعدة تعتبر تطبيقا للقواعد الثلاث المتقدمة وأيضا تؤكد عليها وتدخل فيها ضبنا وإن كانت أخص منها وهي مقيدة لقاعدة الضرر لا يزال بالضرر وذلك أنه في حال تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة بحيث يترتب الإضرار بأحد المصلحتين ولا يمكن أيضا الجمع بينهما فهنا يدفع الضرر العام وبتحمل الضرر الخاص وهذه القاعدة مهمة جدا ومبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد استخرجها أيضا العلماء وكذلك من اجتهد في هذه القاعدة من الإجماع وأيضا من معقول النصوص الشرعية فقد قال الغزالي رحمه الله في المستصفى فإن الشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص ولهذه الحكمة شرع حد القطع حماية للأموال وحد الزنا والقذف حماية للأعراء وحد الشرب حفظا للعقول والقصاص وقتل المرتد صيانة للأنفس والأديان ومن هذا القبيل شرع قتل الساحر المضر فيتحمل الضرر الأخص لدفع الأعم انتهى كلامه رحمه الله من تطبيقات هذه القاعدة على جائحة كورونا سن الغرامات والجزاءات والعقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والإجراءات والبروتوكولات والاحترازات التي وضعتها الدولة مشكورة للوقاية من فيروس كورونا فلا رأيب أن بعض هذه العقوبات والجزاءات مؤلمة ولكن الضرر الخاص الذي يمكن أن يحصل بسبب هذه العقوبات يتحمل من أجل دفع الضرر الأعم والأعظم وهو الضرر من انتشار الفايروس بين الناس وأيضا صعوبة السيطرة عليه فيتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ويدخل أيضا ضمن تطبيقات هذه القاعدة جميع العقوبات والتعزيرات مما تترجح فيه المصرح العامة ويدفع به الضرر عن الجماعة ومن أظهر أيضا التطبيقات الطبية لهذه القاعدة في هذه الجائحة ما يتعلق بالنساء الحوامل فمن قدر عليها أن توفيت بهذا الفايروس وهي حامل فيجوز للأطباء أن يجروا لها عملية جراحية لإخراج هذا الحمل من بطنها إذا كانت ترجى حياته ولو كان ذلك بعد وفاة الأم فهنا ارتكاب الضرر الأخف وهو إجراء العملية الجراحية للمتوفى دفعا للضرر العظم وهو بقاء هذا الجنين في بطن الأم بعد وفاته وهو حي القاعدة الثامنة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يعبر عن المصالح والمفاسد بالخير وبالشر وبالنفع والضر وبالحسنات والسيئات لأن المصالح جميعها خير والمفاسد جميعها شر وقد غلب في القرآن الكريم استعمال الحسنات في المصالح والسيئات بالمفاسد كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولا يخفى على كل ذي عقل أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة أمر مطلوب بل هذا هو المتعين متى أمكن ذلك كما أيضا أن تقديم أرجح المصالح أمر مطلوب كما أن درء الأفسد فالأفسد من المفاسد أيضا أمر مطلوب ومتعين بقدر الإمكان وهذا هو موضوع هذه القاعدة فالقاعدة في تحصيل المصالح ودرء المفاسد أن الفعل إذا تضمن مصلحة خالصة حصلناها وإذا تضمن مفسدة خالصة درأناها قال العز بن عبد السلام رحمه الله إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المنافع ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما بقوله فاتقوا الله ما استطعتم وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نباني بفوات المصلحة ومن تطبيقات هذه القاعدة فيما يتصن بجائحة كورونا تعليق حضور صلاة الجمعة والجماعة في الفترة الماضية وذلك للوقاية من فيروس كورونا كما أفتت بذلك هيئة كبار العنم في المملكة العربية السعودية كذلك أيضا تعليق العمرة والزيارة للحرمين الشريفين كذلك تعليق الحج هذا العام بالنسبة لمن هم خارج المملكة وأن يقام الحج بعدد محدود جدا من المواطنين والمقيمين داخل المملكة كل هذه المسائل يمكن أن تخرج تحت هذه القاعدة الشرعية العظيمة فلا شك أن في إقامة صلاة الجمعة والجماعة والعمرة والزيارة وغيرها لا شك أن فيها مصالح شرعية عظيمة ولكن لما كانت هذه المصلحة متعارضة مع مفسد أعظم منها بكثير وهي ما يترتب على السماح بهذه الأمور من انتشار الوباء بين الناس بشكل كبير وأيضا يصعب السيطرة عليه تم إعمال هذه القاعدة العظيمة والأخذ بهذا الأصل الشرعي إذ أن درء هذه المفسدة العظيمة أولى من جلب المصلحة المذكورة من هنا يتبين لنا صحة كل الإجراءات والاحترازات والاحتياطات التي قامت بها المملكة خلال هذه الفترة الماضية منذ اليوم الأول لظهور هذا الوباء حتى هذا اليوم فما تم من إجراءات كان كله موافقا للكتاب وللسنة وأيضا متوافقا مع الشريعة الإسلامية ولقواعدها ولأصولها ومقاصدها الشرعية التي جاءت بجلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها مهما أمكن فهذا ما أملت عليه هذه الدولة المباركة وأولته جل اهتمامها ولم تألو أيضا هذه الدولة المباركة جهدا ولم تدخر وسعا في المحافظة على صحة مواطنيها وأيضا المقيمين على أراضيها مهما كلفها ذلك بدون مقابل ولا منه وليس هذا بغريب على هذه الفلاد المباركة فمنذ أن قامت هذه الدولة المباركة في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله قامت هذه الدولة على العقيدة وعلى التوحيد وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة وأيضا تقوم بتحكيم الشريعة في جميع شؤونها وهذا والله الحمد يشهد عليها القاصي والداني وكذلك العدو والصديق وما زالت هذه البلاد حتى هذا العهد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وأيده ونصره وأيضا عضده سمو العهد الأمير المبارك محمد بن سلمان فما زالت هذه الدولة ولن تزال بإذن الله على هذا المبدأ وهذا السبيل وهذا الطريق ولا شك أنها تراعي لمواطنيها وللمقيمين على أراضيها كل ما يحتاجونه وأيضا هذه الدولة لا تزال أيضا قائمة على رعاية شؤون المسلمين وأيضا مدافعة عن قضاياهم ساعية في حل المشكلات وأيضا ما يقع عندهم من الهموم في كل مكان ولله الحمد ولا ريب أن لكل نجاح أعداء ولكل إنجاز الحساد ولذلك لا نستغرب حين نسمع من يقول فينا أو في بلادنا وفي دولتنا وفي قيادتنا ما نحن منه نبرأ به لما فيه من الكذب والزور وأيضا تلفيق التهم فذلك لا يعد أن يكون إما من معاند أو حاسد نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة علينا وعلى المسلمين وأن يرزقنا التوبة النصوح وأن يرفع هذا البلاء عن بلادنا خاصة وعن المسلمين وعن بلاد العالمي كافة ولا ننسى في الختام أن نتقدم بالشكر الجزير بعد شكر الله تعالى لمن هو أهل للشكر والثناء والامتنان ألا وهو لولاة أمرنا حفظه الله تعالى الذين ما فتئوا يسهرون ويعملون ويتعبون ويدفعون الغاري والنفيس من أجل توفير ما يحتاج إليه المواطن والمقيم في بلادنا المباركة فنسأل الله تعالى أن يجزي أولاة أمرنا خير الجزاء وأن يحفظهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين